تقرير أمريكي يتحدث عن التاريخ الأسود الذي سطرته الميليشيات المسلحة في ليبيا مقال مطول لموقع استراتيجي بيش يتحدث على أن هناك العديد من الفصائل تعمل كوحدة عسكرية مفصلة وتمول نفسها من خلال الابتزاز واستغلال موارد الدولة الموقع أضف أن هذه الميليشيات تسببت في خسائر كبيرة لدولة ليبيا وأشار إلى أنها تستمر في الخلاف فيما بينها على موارد البلاد مؤكدا على تلقيها الدعم المالي من دولتي قطر وتركيا كما أوضح الموقع أن حكومة الصخيرات أهدرت الإرادات المالية لمعظم مرافق إنتاج وتكرير وتصدير النفط من خلال عدم مقدرتها التحكم في الميليشيات المسلحة الموقع الأمريكي تحدث أيضا عن تزايد الدعم الممنوح للجيش الوطني والقيادة العامة مشيرا إلى أنها المؤسسة الوحيدة في ليبيا التي عملت باستمرار لأكثر من خمس سنوات على توحيد البلاد بدلا من نهبها وفي هذا الصادت عرج استراتيجي بيج على عودة حقل الشرارة النفطية إلى الإنتاج وأشاد بالوضع الأمني المستقر الذي يشهده شرقي البلاد مضيفا أن الجنوب الليبي بدأ في التعافي هو الآخر